اشتركوا في القناة الكابوس اللي الرعب العالم هنتحدث عليه في المحاول الثانية أول محور هنتحدث على الديفنيشن لهذا الدزيز ثم الستراكشور للكوزوتيف ايجنت ثم هنتحدث على القاثوجينيسيس ثم اللاب دااجونيسيس اندريتمنت والبريفنشن فتعالوا نبدأ بداية بالديفنيشن لهذا الدزيز اللي هو الكوفيد ناينتين ما هو الكوفيد ناينتين هو عبارة عن دزيز هذا الدزيز قوزد باي نيو كورونا فيروس وقضية نيو مهمة لأنه نتج عن نيو فيروس هذا نيو كورونا فيروس سموه سارس كوفيد 2 ليش سموه سارس كوفيد 2 سموه لأنه يشابه الجنوم حقه بشكل كبير الدزيز اللي حدث في الصين في عام 2002 فسموه باسمه بس ضافه له كوفيد 2 فسموه الفيروس المسبب سارس كوفيد 2 هذا السارس كوفيد 2 بيؤدي الى أبر سباتري ترافت انفكشن لكن حقيقة العرض الأساسي أو الدزيز الأساسي هو عبارة عن سفير نيمونيا وذلك لو منقول ما هو الكوفيد دزيز هو عبارة عن سفير نيمونيا الأمر الآخر تعالوا نشوف التسمية حقه كوفيد منظمة صحة العالمية اطلقت عليه كوفيد ناينتين وهي اختصار الأدي كو اختصار كورونا والفي اي اختصار الفيروس والدي اختصار الدزيز والنينتين هي عبارة عن السنة اللي حدث فيها المرض اللي هي 2019 وهذه حقيقة تحسر المضبط صحة العالمية لانه كان في الفترة السابقة اي مرض كان يطلق على أكرمكم الله اسماء حيوانات او اسماء بلدان فمحافظة على شعرون البدان وما الى ذلك سمي هذا الدزيز بكوفيد ناينتي الأمر الآخر عاوزين نشوف الستراكشور لهذا الفيروس المسبب هو عبارة عن سينكل ستراند ار انا هذا البوزيتيف سينس هذا البوزيتيف سينس محاط ببروتين كود البروتين كود نسميه كابسيد هذا الكابسيد محاط بإنفلوبت والإنفلوبت ذا عليها الاسس بايكس الاسس بايكس دي مهمة جدا لان عليها الريسيتور اللي حتتلتسق بالخلايا فذي بنسميها اسس بايكس يعني حاصل لها بروجكشن خارج فهي اللي حتتلتسق بالريسيتور سيل على خلايا فببساطة الستراكشور حق البروس بسيط جدا ومن ضمن الصفات الاساسية له كسينكل ستراند ار اني انه لول لارج جينوم وبوزوت افسنس يعني بي اكت ازا ماسينجر ار اني طيب تعالوا نشوف الان الباثوجينيسيس لهذا الدزيز كيف حيحدث المرض خطوة خطوة اول امر الدزيز ده ينتقل عبر الفارس ده عبر الخفافيش الخفافيش دي اللي اللي بتنتقل بتنقل الفارس اللي هو سارس كوبيتو فلما تنقل السارس كوبيتو تنقله الى حيوان اكرمكم الله واجبكم الله اسمه البنغلونز ده من الثديات هذا يحدث فيه ميو Тيشن في الفارس فلما يحدث في الفارس يبدأ الفارسين من الإنسان الى الإنسان والتاليه اللي حدث في العالم بدأ انتقل من البنغلونز في انسان ولا اذن وهكذا هناك نقطة مهمة في هذا الفيروس وهي صغيرة أصيلة له أنه الشخص المصاب يعدي 2.5 إلى 3 أو 2.5 يعني معناها لو شخص واحد يصيب سيصيب 2 الاثنين سيصيبه أربعة الاربعة سيصيبه ثمانية الثمانية سيصيبه 16 الستعشر سيصيبه 32 الاثنين وثلاثين سيصيبه 64 فبالتالي سينتج منحنة أصي صاعد وذلك يشكل الخوف من هذا الفيروس أنه نسبة انتشاره وحجم انتشاره قدير جدا نتيجة لأنه عنده قدرة عن انتشاره كبيرة جدا لو ما نجد خالر هذا الموضوع بالإنفلونزا الإنفلونزا فيرس ينشوف أنه ينتقل أو يصيب الشخص المصاب يصيب 1 إلى 1.3 قدوها إلى 1 فتخيلوا لو شخص مصاب سيصيب شخص آخر الشخص الآخر سيصيب 1 ثاني الواحد ثاني سيصيب 1 ثاني فبالتالي سنشوف هناك في منحنة ما هوش صاعد كونستان ثابت وبالتالي ما نخافش من تشاره الإنفلونزا لكن دعا حكس الفيروس سارسكو فيتو حق المنحنة صاعد بشكل كبير طيب النقطة المهمة جدا في الترانسميشن بالنسبة لهذا الفيروس أنه ينتقل بطريقين طريقة دايركت وطريقة انداركت طريقة دايركت أول أمر بالدروبليس يعني واحد مصاب عطس عمل سنيزين حينقل الفيروس للشخص الآخر وطريقة الثانية في الدائريكت الطريقة الثانية في الدائريكت أن شخص مصاب عمل كيسينج أو قبل شخص آخر حينقله الإصابة الأمر الآخر وذلك نقطة عليها خلاف شوية جوق لنا أخيرا في بعض البيهيبرز أنه ينتقل بالإيربورن ما معنى إيربورن أنه ينتقل في الهواء يضل سلاة فلساعة في الهواء فلو واحد معدي حيصيء حيوخذ الانفكشن وفي الحقيقة المعلومة أعتقد قادم الأيام لا يمكن أن تكشف عكسها لأن هذا الفيروس حجمه تقريبا 200 نانوميتر 200 نانوميتر حجم بالنسبة للفيروس حجم ثقيل معناها أن هذا الفيروس أول ما يخرج سيسقط على السيرفز وبالتالي ليس سيضل معلق في الهواء ويستطيع إلى قادم الأيام ستتوضح لنا هذا الموضوع إن شاء الله بشكل أداء الأمر الآخر بالإنديريكت ترانزميشن وهذا مهم جداً إن شخص مصاب عطس في إيده فهذا سيسلم على شخص آخر سينقله الإصابة عن طريق الهواء الآخر الآخر كمان شخص مصاب وبالتالي لمس تلفون مسك السلم مسك العربيات اللي في السوبر ماركت مسك اشتغل على الكي بورت جاء واحد بعده أخذ الإنفكشن وأخذ الإصابة الأمر الآخر وهذا أمر كمان مهم كيف سيحصل باثوجينيسيز الآن خطوة خطوة الآن سيحصل أن الفيروس سينتقل على طول بالدروبلس أو بالطرق اللي قلناها سيوصل للنازوباريكس لما يوصل للنازوباريكس سيبدأ يحصل ملتبليكيشن وسينتج أول عرض اللي هو فيه النقطة الثانية وهذه مهمة حقيقة وفيه بيبرس كثيرة أكدت عليها أن الأشخاص اللي هيتعرضوا عدد كبير منهم سيحصلوا سيفقد حاسية الشم بشكل مؤقت وذي عرض اكتشفوا أنه فيه كثير من الناس يحدث عندهم الأمر الآخر أنه أول ما تدخل الإصابة أول ما يدخل الفيروس في يعني من دخول الفيروس إلى ظهور الأعراض هذه تتراوح من البداية إلى أربع أيام يعني من اليوم لو تبدأ الله شخص أصيب أربع أيام أو من اليوم إلى أربعة عشر يوم ذلك المتوصف العام قد تزيد الحالة بشكل عام إلى أربعة عشر يوم لو شخص تعرض للإنفكشن بعد أربعة عشر يوم ستظهر عليه أعراض الفيروس طيب النقطة المهمة جدا الأران الفيروس موجود في النازوفاركس النازوفاركس سيروح لللمن الفيروس عنده قدرة أو حب كبير للحواصلات الهوائية التي نسميها إليفيراي سيغادر من النازوفاركس إلى اللن وفي اللنج سيصيب المتين بهذه الألوفيلاي وحيعمل الانفكشن تعالوا الآن نشوف بالتفصيل ماذا سيحدث في الحواصلات الهوائية أو في الألوفيلاي الآخر هذه قدامكم الآن الألوفيلاي 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 فيها الآتي أول مظيفة أن الأكسجين ينقل عبر الدم وثاني أكسيد الكربون يطلع فتبادل الآتي بين الأكسجين وثاني الكربون هذه الألوفيلاي فيه معها سلز أول نوع من السلز نسميه تايب 1 سلز وهذه مسؤولة عن الآتي والنوع الثاني من الخلايا نسميها تايب 2 نيموسايد أو يسموها تايب 2 إليفلر سلز هذه لها وظيفة مهمة أنها تمنع الإليفلر كلابس ما تخليش الإليفلر يحصل لها كلابس طيب الأمر المهم أنه على تايب 2 سل اللي سميناها تايب 2 نيموسايد أو تايب 2 إليفلر سل عليها ريسبتور مهم جدا نسميه انجوتنسين كونفيرتينج إنزاين الفيروس له قدرة كبيرة أنه يلتصق بهذا الريسبتور اللي اسمه الانجوتنسين كونفيرتينج إنزاين تعالوا نشوف نكبر هذا المنظر ونشوف إيش اللي حيحصل الآتي هذه قدامكم الآن الإليفلر سل وكيف كبرنا الطايب 2 سل والرسبتور اللي قلنا عليه اللي هو الانجوتنسين كونفيرتينج إنزاين حييجي الفيروس زي ما انتو شايفين حيلتصق على الانجوتنسين كونفيرتينج إنزاين وحيحصل لأنه انفلوب حيحصل مع السل ميمبريا وبعدها سيدخل الفيروس وحيخرج النيوكليك أسد أو الجنوم حق الفيروس إلى السايتو بلازر زي ما انتفقنا أن هذا الفيروس أو هذا الجنوم أو النيوكليك أسد هو عبارة عن وأنه وأنه على طول سيروح إلى الريبوسوم وحيحصل له ترانسليشن عندما يحصل له ترانسليشن سيترجم إلى بولي بروتين وهذه صفقة أصيلة من الفيروس أنه يطلع حجم البروتين كلهم مرتبطين مع بعض لا بد هذه البروتينات تقسم فهيجي إنزيم اسمه بروتيز إنزاين يعمل فراغمنتيشن لهذه البولي بروتين لماذا؟ لأن البولي بروتين تحتوي مكونات الفيروس زي السفايكس زي الكابسيد في كل محتويات الفيروس فهيجي إنزيم اسمه سيترجم إلى محتويات الفيروس بفعل البروتيز اللي عملت للبولي بروتيز هذه نقطة مهمة النقطة الثانية الآن عاوزين نتكثر نيكوليك أسد حق الفيروس فهيجي إنزيم اسمه RNA سيقوح يمسك الـ ويحوله إلى نسميه نسميه لو يحوله إلى نسميه نسميه سيجعله وبالتالي هذا نفس الإنزيم اللي هو RNA حيشتغل على هذا ويبني فحيطلع 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 تخيل الفيروس فحيطلع اللي هي حق الـ وبالتالي حيطلع كل المكوناتها حيطلع الفيروس بالـ يفترض ما يحصل الخلية لكن لأنه حجم اللي حصل للفيروس كبير جداً فحيطلع تخيل وفيروس من هنا بالـ فحيطلع لهذه الخلية ويحصل هذا بالنسبة كيف حيحصل للـ طيب 2 سل اللي في الـ طيب جميل جداً الآن حصل بالـ طيب 2 سل لما حصل بالـ بدأت الآن جاءت الماكروفيش لأنه حصل انفلاماتوري هنا فلما جاءت الماكروفيش طلعت سايتوكاينز السايتوكاينز اسمها انترلوكين 1 الانترلوكين 6 تومر ميهورتك فاكتر ألفا هذه السايتوكاينز لها دور كبير جداً ايش اللي بتعملك؟ أول أمر طبعاً هي لها بتشتغل في نفس الوقت كل الـ لكن الأمر المهم انه دي حتروح كل هالسايتوكاينز خاصة الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 سيروح للـ لما يروح للـ هايبوثالماس سيجعلوه لـ البروستاجلاندين 2 البروستاجلاندين 2 ده سيعمل فبالتالي ثابت عرض سيحصل انه فيه فيفر عند الشخص ومش أي فيفر فيه فيفر وذا عارض مهم جداً بالنسبة لـ جميل الآن حصل انه طيب 2 زي ما قلنا حصل لها ديستركشن لما حصل طيب 2 ديستركشن لها اللي يقول عليها طيب 2 سيل اللي سمينها نيموسايت أو سمينها لما حصل لها ديستركشن الآن هيحصل في البرميباليتي ليش هيحصل في البرميباليتي مش اتفقنا انه فيه كابلري بلتز اللي محيطة بالإلفراي الآن السايتوكاينز اللي طلعت وخاصة التيور ريكريتك فاكتر ألفا حتعمل في البرميباليتي فلوما تعمل في البرميباليتي حيزيد الفلويد حيحصل للفلويد من الكابلري بلد فلوما يحصل لها حتتجمع الفلويد حوالين الداخل هذا العرض أو هذا في البرميباليتي حيؤدي إلى انه يحصل الفلويد ليش حصل لسببين لتجمع الفلويد زينا قلنا والسبب اللي قبله لانه حصل لتايب 2 نيموسايد وإحنا قلنا الهدف من الطايب 2 أو الطايب 2 نيموسايد الهدف منها انها بتحافظ وما يحصل لخلايا الفلويد فحصل لهذين السببين حصل انه الفلويد لوما يحصل الفلويد بالتأكيد حيحصل حيحصل عرض مهم جدا نسميه هايبوكسينيا ما معنى هايبوكسينيا انه يطل الاكسجين في البلطن حيؤدي هذا الى عرض مهم جدا وهو العرض الرابع شورتنس في البريهنج فالمريض سيكون عنده في شورتنس في البريهنج النقطة اللي بعدها وهذه نقطة مهمة جدا انه انه اثناء اللي حصل واثناء اللي حدثت حيحصل ان النيتروفيل حتصل الى موقع الحدث لو ما تيجي النيتروفيل حتعمل اللي معها راديو اكتب انزاين ومعها فحال لها دور انها تعمل وتعمل الفيروس لكن بالمقابل حتروح كمان تكسر طيب 2 سل طيب 2 سل فبالتالي هذا حيؤدي ليش لما يؤدي الى انكريز في الانفلميشن هذا بالتأكيد حيؤدي الى انكريز في الاليفولار كولابس لو ما يحصل انكريز في الاليفولار طبعا حيزيد الهايبوكسيمية وحيؤدي الى الانفلميشن هذا الانفلميشن حيؤقبه مهم جدا وهو اللي سميناه حيحصل ويوشول حيكون كف عشان يطلع محاولة لاخراج الانفلميشن نقطة مهمة جدا السايتوكينز اللي طلعت اللي قلنا عليهم انترلوكين 1 وانترلوكين 6 وتيومر اللي كنتك في أكتر ألفا حيروحوا للليفر لما يروح للليفر هتروح تطلع اكيوت فيس بروتين لما تطلع اكيوت فيس بروتين جزء منهم سيكون اكتر بروتين وبالتالي حيكون انكريز عند الناس دول المرضى بالاضافة الى الفايبرونجين بالاضافة الى الانترلوكين 6 اللي انترلوكين 6 يلاحظوا انه حيكون ريليزنج من الليفر وكمان ريليزنج من الماكرو فيجز الفايبرونجين اللي حصل له انكريز حيؤدي الى انكريز في الاسر فبالتالي المريضة لو نعمل له سي بي سي او نعمل له كمان الاسر حيبطع الاسر انكريز هذا الامر المهم طيب الان احنا قبل شوية قلنا انه حيحصل هايبوكسيميا انه حيحصل في الاسر في البلد هادا حيانتج عنه ايش؟ حيانتج عنه انه حييعطي اشارة الى السباثاتك فبالتالي حيو قدي الى انكريز في الهارت رييت وانكريز في الريسفاراتري فالباشنط دا عنده انكريز في الهارت ريت وانكريز كمان في الريسفاراتري في نقطة مهمة الان عاوزين ان تركز عليها انه الان الوارس موجود في اللعن الوارس دا بعد الانفلميشنز دي وهنا حتطلع سيطوكيينز وهنا حتطلع سيطوكيينز فههتكون جميعات modernization rerecab هتكون الي lessons نسميها counselor يعني عاصفة هادة سي falouدي الي ايش هيقدي الي ثم ال हيقدي الي في今天 سيكون في envrai لما يقول في avrai ده في فلما ي Здоров في بالتأكيد ب وبالتالي هيحصل الخوف الصوف أو المريض سيكون قد يواجه إلى الـ طيب هناك نقطة مهمة جداً جاءت بعض البابر تقول لنا أنه ينتقل بالفكرة ومن ذلك سوف تكون وجهة مضر قد تكون مختلفة شوية الآن اتفقنا أن هذا الفيروس موجود في البلد وقلنا عليه فائرينيا الآن من البلد سيروح الفيروس إلى الانتستن لما يروح إلى الانتستن سيعمل جاسترو اندرايتس وبالتالي سيعقوبها أنه في عنده دياريا هذه الدياريا ستكون الفيروس موجود في الدياريا وبالتالي الشخص لو حصل عنده دياريا ودخل التواليت سيكون الفيروس موجود في الانتستن فبالتالي لو سلم على شخص أو لمس سطح معين سينقذ هذا الفيروس لو كان شخص آخر سيأخذ هذا الفيروس وسيأدي إلى الترانسميشن لكن عن طريقة الاسفاراتوري وبالتالي نقول للناس صعب أنه ينتقل بالفكرة لأنه لو انتقل بالفكرة سيصل للسطمك محرقة اله ستكسل هذا الفيروس على إثبار أنه فمن هنا نقول إن شاء الله لا أعتقد أنه سيكون فيها توضيح بشكل كبير لأنه كثير من الزملاء أو بقى حان تشوفي بابر بقى نقول لك انتقل بالفكرة نقول لهم بهذا الطريق الأمر الآخر الميونسيستم حقيقة الميونسيستم قادر أن يتغلب كيف يتغلب الميونسيستم؟ سيتغلب الميونسيستم أنه الخليه المصابة سيطلع الميونسيستم أن تصاب الأمر الآخر سيكون لها دور الأمر الآخر سيكون لها دور كلها كإنية كمان في دور وأهم دور الخلية المهمة جدا في السن نسميها سيتغلب لأي بروتين مرتبط على بالإضافة إلى لها دور كبير بمعنى أنها الانتباضيس اللي حتكون موجودة حتتعمل نترولايزيشن متح تخلي الفيروس ده يلتسق على الاسبيسيفيك رسيبترز لها وفي لها أدر فانكشيز فبالتالي الناس اللي مناعتهم كويسة غالبا حيتغلبوا على هذا الفيروس الآن ننتقل إلى موضوع مهم اللي هو اللاب دياجونوسيس كيف نعمل لاب دياجونوسيس لهذا الفيروس اللاب دياجونوسيس فيه نقاط مهمة لا بد نتفك عليها أول أمر لا بد تكون حاضلة أمامنا الأمر الآخر لا بد نعمل سي بي سي للبايشنس ده النقطة الثالثة لا بد نشوف الامفلاماتوري تستس الأمر الآخر لا بد نشوف نعمل اللي عبر الراديولوجي الأمر الآخر لا بد نشوف الموليكلة تست عبر البي سي آر أو الريل تايم بي سي آر والنقطة الأخيرة لا بد نشوف السروليشكال تستس فتعمل مسكهم واحدة واحدة طيب في نقطة مهمة جدا ساعات يفكروا الناس أنهم أساساً يحملوا اكسوكلود عبر الريل تايم بي سي آر نعمل اكسوكلود عشان نطمر من الإصابة مهياش وذي يوصى بها إذا كان الأمور متاحة الآن تعالوا نشوف الكريفة مليفستيشن واتفقنا عليهم وتخلق عليهم بالتفصيل لابد الشخص ده حيكون عنده حيكون عنده حاسية الشم بشكل معقد الأمر الآخر الأمر الآخر الأمر الآخر في بالإضافة بالإضافة أنه ممكن يكون في ديارة فالمنفستيشن مهم جدا أو الكريفة مليفستيشن مهم جدا في التشخيص الأمر الآخر نعمل في السي بي سي حنشوف ان الشخص ده عنده يعني دكريز في الليمفوسايت وحقيقة في يوشولي حتكون في الليت ستاج ما هيش في يعني ممكن في تعمل الشخص يطلع الليمفوسايت حقه طبيعية في الليت ستاج ستكون في دكريز في الليمفوكينيا الأمر الآخر الانفلاماتوري تست حفيثة نوصي بلادي سير اكتب روتين سيكون بالتأكيد الاسار سيكون الانترلوكين سكس سيكون في آخر الانفلاماتوري ماركرز ممكن تتعمل اللي هو دي دايمر واللاكتك دي هيدروجينيز بالإضافة للفريتين ساعة يسألنا الناس يقولوا ماذا دخل الفريتين يقولوا الفريتين أساساً هو في الخلايا فلو ما يحصل انه فيه في الخلايا فبالتالي ما يحصل في الخلايا سيقفر للفريتين وحيكون فيه طبعاً كلهم دي كإنفلاماتوري ممكن تتعمل لكن نحن إلى حد ما نوصي بين الثلاثة الأولين اللي هو الاسار الانترلوكين سكس كإنديكيشن ان فيه وهم طبعاً ناسبسيفك لكن سيساعدون مع الكريكة منفستيشن ومع الاثر اللي هتكلم عليه طيب نقطة مهمة جداً الامجينج الراجيولوجي نوصي بانه تتعمل وتتعمل وتتعمل ونشوف الكنساليديشن وذيز دايما قلنا ما هيش بشكل كبير لكن ستساعدنا في التشخيص مع البقية الأمر الآخر اللي هو وطبعاً هنا عبر الريالتايم بي سيار هو اللي مفروض اللي تأكد بها ان الشخص دا عنده الفيروس وبالتالي عنده الدزيز اللي هو الCOVID-19 الأمر الآخر انه اللي نزل حديثاً اللي هو يسمون IDNAM اللي نزلته شركة أبوت اللي شكل مذهل وتغير حتى فكر البي سيار اللي كنا نتكلم عليه لانه فكر البي سيار اللي تكلم عليه وريالتايم بي سيار اللي بتكلم عليه اللي معتمد على التمبريتشا يعني احنا نعمل نرفع درجة حارة 94 درجة موية عشان نعمل ننزلها 50-55 درجة موية عشان نعمل نطلعها 72 درجة موية عشان نعمل الان ما حد في الموضوع هذا خالص بيشتغل بتكنيك بنسمير ايزو ثيرما مع درجة حارة ثابتة من 60 إلى 65 درجة موية وهذا التكنيك بيكشف على 2 جينز الجين الأول الجين اللي هو اللي هو اللي هو المسؤول على وبيجيب مربوط بالبروك فبالتالي يحصل يحصل ويقرأ عبر الجهاز ويطلع نتيجة خلال خمس دقائق فخمس دقائق يطلع لأخي الشخص كحدة أكثر ممكن تصل إلى 15 أو 15 دقيقة طيب الأمر الآخر اللي يوصل ويجوري بيكون الآي جيم والآي جي جي لكن هنا نقطة مهمة جدا تخيلوا ذول الماركرز مش هيظهروا إلا بعد 7 دايز من ظهور السيمطومز فبالتالي مش ينفعونها خالص في الأرهي لكن حينفعونها فيما بعد إنه لما تظهر الإنفكشن ممكن نعمل بعد 7 دايز أو 10 دايز نعمل آي جيم ماركر أو آي جي جي عشان يتأكد إنه الشخص ده ممكن يحصل عنده فيما بعد اللي صار طيب فيه نقطة مهمة جدا يفترض أنه بشكل عام في أي أمر إنه يكون فيه تعاون بين الكلينيشن وبتوين الراديولوجيست وبتوين اللام حتى في نهاية تُعطى النتيجة الصحيحة والأقرب الصوار لما يكون فيه تشاور بين الجهات الثلاثة الآخر حتكلم على حقيقة التريتمنت والتريتمنت وفيه كلام كبير سبحان الله الغريف يتعلق بقشة كل الدول سبحان الله طرح التريتمنت غير عادية أنا حتكلم على أهم التريتمنت اللي طرحها أول عمر في التريتمنت اللي الأساسي إحنا نقلنا بارستامون مع فيتامين سي عشان بس بالنسبة للحرارة وذالي يفضل فيها ونبعد عن أي أخر مخفضات للحرارة العمر الآخر العمر المهم اللي هو طرح بقوة جدا اللي هو الهايدروكسيكولوروين وذاله دور انه بيعمل للإنتري صحيح هو بيستخدم للملاريا لكن وجدوا انه له وجربته دول كثيرة حقيقة طبعا أضافوا له أزيثروماسين إضافة الأزيثروماسين هنا ليس للفيروس ولكن الشخص اللي مصاب بالفيروس قد يكون بريدس بوزنج انه يحصل له بكتيريا الانفكشن فبالتالي ادخلوا الأزيثروماسين معنا عشان يمنع البكتيريا الانفكشن وليس له علاقة بالفيروس هذا العلاج الأول اللي بدأ العلاج الثاني اللي بدأ اللي يسموه هو بيمنع أساسا مشتفقنا الفيروس ده فبالتالي لابد يحصل له مع ده بيمنع وأساسا العلاج ده أساسا لكن جربوه واعطى نتائج لبس بها مع بعض المرضى الأمر الآخر العلاج الآخر يسموه الريتماسفير الريتماسفير ده بيعمل بلوك للار انا ديبندنت ار انا زي ما انتم شايفين مش قلنا انه فيه وبالتالي يجي الانزيم ده اسمه وبالتالي هذا الانزيم حيعمل اللي هو وحيخذه كقالب يبني عليه اللي هو وبالتالي حيطلع بلوك الريبليكيشن فبالتالي لو عملنا بلوك الريبليكيشن حيختفي تماما الريبليكيشن للبارس أساسا الريتماسفير هو بيستخدم جربوه وعلى فترة لازالت مستمرة الآخر حقيقة اللي استخدم الفافا بريفير وكمان بيعمل نفس اللي هو بلوك الريبليكيشن زي ما قلنا بيعمل عمليات الريبليكيشن فلوما نعمل بلوك للرنة ديبندنط رنة مش هيحصل هناك وحنستطيع نتغلب عليه الأمر الآخر الحديثا اللي اللي جا حديثا وهو كمان للباراستيك انفيكشن اللي هو الإفرمكتان إفرمكتان كمان لو دور بيعمل بريفنت للرنة ديبندنط رنة الأمر الآخر اللي جابه بضع حاجة غير البقية اللي بيسموه هذا بيعمل بروتيز انهيبيتور زي ما انتم شايفين مش اتففنا ان الفارس بيكون بولي بروتينز لما يكون بولي بروتينز يدور بروتيز يكسره عشان تتكون مكونات الفارس فلو حصل انه بلوك للبروتيز ما عد فيش مكونات الفارس فبالتالي مش هيتكون الفارس وبالتالي حنستطيع نتغلب عليه الثامن الأدوة اللي دخلت في علاج بروتينز بروتينز ليش الانترلوكين 6 على اساس انه هو اللي بيطلع من الليفر وبيطلع من الماكروفيج على اساس بس يقللوا الانفليميشن قد المستطاع طبعا بالتأكيد في بعض البشيانت هيحتاج لانه تنفذ صناعي فتغفر اجهزة التنفذ صناعي على اساس انه هيكون في مرحلة متأخرة قد يحتاج التنفذ الصناعي هلا من الآخر المهم جدا اللي هو آخر شيء مهم طبعا بالبريفينشن والنقاية خير من العلاج البريفينشن حقيقة بدأ العالم كله حقيقة الى حد ما انه بدأ يتكلم على ما نسمحنا بالتباعد الاجتماعي وانا انا في تصوري شخصي انه ليس التباعد الاجتماعي هو الاصل التسمية الحقيقية له هو تباعد جسدي لانه اساسا الاساس هو في التقارب بين الناس لكن بالنسبة احنا قلنا على لفظ التباعد الاجتماعي لكن المقصود باعتقد هو التباعد الجسدي ليش التباعد الجسدي لانه حتنتقل الانفكشن لكن ليس هناك تباعد اجتماعي بدليل انه رب الاسراحة يقضي وقت كبير في البيت فبالتالي حتتتعمق علاقته مع اهله وبالتالي ايضا معه وقت يتواصل مع ارحمه واقرباه وزملائه فبالتالي قد يكون هناك في لكن المفهوم الاساسي هو في حقيقة التباعد الجسدي الناس الامر المهم وهذا فكرة دي مقتلة نتفق عليها انه لا بد نقلل الكرف هذا الصاعد اللي اتفقنا عليه نقلله يصبح هذا كرف متقعر نقلل حجم الاصابة لانه لو سمحنا باختلاط الناس وانتشر البارس مش هتقدر اي منظومة صحية في العالم تتعامل مع المرضى ذون فلا بد انه نقدر مستطاع ان يكون فيه ما نسميه حتى لو اضطرت الدولة تعمل حفرة الجوال عشان بس تمنع وتبطئ انتشار هذا الفيروس وذي من النقاط المهمة اللي بتعمل لها دور في تقليل انتشار الفيروس النقطة المهمة طبعا مضيئة الثقافة انه فيه باستمرار لابد نعزز هذه الثقافة عند أبنائنا عند أخواننا عند أسرنا انه دائما فيه لها دور كبير في منع هذا الدزيز ومنع أخرى هنا احب ان نلقي نقطة للأسف الشديد انتشرت كثير من الناس يستخدم الفينول الفينول ليس له اي اثر وليس له اي افكت على الفيروس ومن أمثلاتهم الديتول ما هو اي اثر اطلاقا فلذلك نقول الناس ملوش معنا الديتول احنا نركز على الغصب الماء والصابون الالكوهول سبعين في المئة اللي هما حيكونوا افكتف في الهاند واشي الامر الاخر عاوزين اعلم الناس كمان تقافة الكف اتكيت والسنيزنج اتكيت ما حدش يقول له تسعل في الهواة او تسعل او تقطص في ايدك استخدم كورك او استخدم منديل ورم المنديل في سنة الرحملات الامر الاخر لابد نحرص على عملية تنظيف الاسطح واحنا قلنا تنظيف الاسطح امر مهم جدا لانه الفيروس بيضل عليها لفترات طويلة ونستخدم الكلور في تنظيف الاسطح الا نكرر ونمعزز هذا الامر المهم جدا الفينول ليس له معنى ولن يقتل الفيروس خالص مهما عملنا فيه الامر الاخر مهم جدا نقول للناس محد شمسك لا انفه ولا عين اللي اسم منها العين والانف والفم ونحن الاشرقيين بشكل عام يعني كل شوية واحد يمسك انفه كل شوية واحد يمسك عينه خايف لا تضيع منه ولا كيف فهذه الثقافة للأسف شديدة نحاول نتخلص منها الامر الاخر ارتداء الفيس ماسك احنا بنحاول نقول الناس هو ما هوش مفعول سحري لكن لا نستخدم الفيس ماسك الا بالاتي اكيد اللي في الهوسبتل لا بد استخدموا الفيس ماسك اكيد الناس اللي في المحلات بشكل مستمر لانهم هيتعرضوا من ناس كثير فلا بد يحموا انفسهم بالفيس ماسك لو قدر الله حصل وباها او انتشر الديزيز لابد الناس تحرص على ارتداء الفيس ماسك لكن هناك في حاجة مهمة جدا كثير من الناس جالسين يلعبوا بالفيس ماسك على الاستمرار ده ممكن يكون الفيس ماسك هو اساسا يلقل الانفكشن فلا بد فيه معينة في لبس الفيس ماسك ان شاء الله كثير من زملاء اتكلموا فيها او لو رتيحت فرصة ونحن نتكلم عنها ان شاء الله في المستقبل النقطة مهمة جدا لابد نحن الهيلف ووركرز لابد من حمايتهم لانهم هذرا هم خط الدفاع الاول فلا بد كل الناس اللي في المستشفيات اطباء تمريض انه لابد من عملية الاموات التعقيل موجودة لابد من الفيس ماسك موجودة لابد من القلافز موجودة بشكل كبير لانهم هؤلاء اللي هم الخط الدفاعي الاول النقطة ثانية التعزيز للحماية الناس اللي بيشتغلوا في الجنتيكلاب او في الملوكلاب دول لابد لابد يكون في فيس ماسك لابد يكون في القاون لابد يكون في غلافز لابد يكون في آي بروتكت لا يبد المبدأ الحماية هنا لابد ان يمعزز بشكل كبير لانه بيتعاملوا مع الفيروس بشكل دايركت هذي الأشياء الأساسية اللي حبيتني أضعها لجميع الزملاء وجميع طلابنا وفي النهاية أجي أقول أنه نقطة مهمة جدا قبل أن أختم هذا الموضوع سبحان الله الله عز وجل نزل البلاء حتى الناس تتضرع له وترد وتعود الناس إلى الله عز وجل ولذلك نقطة مهمة في مثل هذه البلاء لابد الناس تلجأ إلى الله عز وجل وتتضرع له بالدعاء وبالتوبة وبالإنابة بأن يرفع الله عز وجل هذا البلاء عننا وعن الأمة وعن العالم كله أسأل الله عز وجل أنه يحفظ اليمن واليمنيين بمساعدة البلدان وشكرا جزيلا لكم وبالتالي وشكرا جزيلا لكم إن شبال